هو ربما أنه قراءة وضعية النقبات اليوم هي ممكن أنها تكون بناءا على زوايا متعددة الزاوية الأولى هو ربما قد يكون وضعفا ذاتيا مرتبط بليوم أساليب تواصل النقبات مع المعنيين بنشاطها أي المدرسين أساسا وربما الزاوية الأخرى هو أنه مسألة مرتبطة بالتقة تقف العمل النقبي وتقف العلاقة ما بالعمل النقبي والعمل الحكومي كيف؟ ربما أنه المدة التي عادة ما يستهلكها الحوار الاجتماعي ما بين النقابات التعليمية والحكومة هو وقت ممتد زمنيا وكذلك من حيث طبيعة النتائج التي كان يتم التوصل لها هي ربما أنها حوارات كانت تفضي إلى تسوية ملفات متعددة ولكن ليس لها الأثر على باقي الفئات التعليمية وخاصة أقصد أساس الأساتذة والمعلمين الاعتبار أنه ننتج الحوار إما كتهم ترقية بعض الفئات معينة إما تتعلق بالحركة الانتقالية ولكن لم يكن هناك منظور شمولي لعملية الإصلاح التي أترها المرسوم فئوية يعني يعني فئوية بالضبط فئوية وإحيانا نحتدخ الفئات هي ذاتية لا ننسى أنه اليوم منظور إصلاح التعليم من المفروض أن يكون لدى الحكومة ولحتى بنسبة النقابات هو يتم وفق رؤية معينة هي الرؤية الاستراتيجية لخلاف مثلا الفترة السابقة اللي كان فيها يعني ما كانش فيها نوع من ضمان استمرارية للمشاريع والبرامج الكبرى لأنه كانت ترتبط بكل وزير أو بكل حكومة كين خارط الطريق اليوم خارط الطريق فيها موجة نظر لأنه اليوم عندنا الرؤية الاستراتيجية اللي كتحدد منها لألفين وثلاثين مفروض أن أي حكومة تدخل في هذه الرؤية وتعمل على أنها تنفذها نموذج تنموي والنموذج تنموي كذلك اللي يجب هذه المحددات ولكن نجد أنه في خارط الطريق ربما مشاريع اللي ربما لا نجدها لف الرؤية ولف نموذج تنموي هذا من جهة المؤشر آخر يبين كذلك هذا التردد في الاستمرار في الأوراش اللي يأتر حتى على العلاقة مع النقابات وهو المتمثل في أنه كيف اليوم قانون الإطار مثلا يتحدد على عدد من النصص التطبيقية واللي مفروض أنها تكون صدرت داخل أجل ثلاث سنوتي لحد الآن اليوم لم تصدر إذن بالتالي فهذا الجانب ممكن أن النقابة اليوم بسبب هذا الوضع أيضا قانون الإدراب قانون الإدراب نقول أنه بالفعل منفروض أنه نتائج الحوار اليوم أنا أعتبر هذا اللحظة كذلك فيها واحد الميزاء كانت له هي أنها ستؤسس من المفروض أن تؤسس لعلاقة جديدة ما بين النقابة والحكومة يعني في التعاطي مع الملفات والإنصات الجيد ولو فأ بالوعود